هذا هو اليوم الثلاثمائة والثلاثين الذي يوجد في أحبابنا في جهنم في غزة لقد خطف ابني حيا لكن رئيس الحكومة ومجلسه الحربي قرر الحكم عليه بالإعدام نتنياهو ودماهو في الحكومة قد قرروا أن يحبطوا الصفقة باستخدام خدعة هولادلفيا وبذا فقد حكموا أصدر الحكم بالإعدام على أسرانا عن سبط إسرار المترصد يا نتنياهو إنك ترتكب جريمة ضد الشعب وضد الديانة اليهودية وضد دولة إسرائيل وضد الصهيونية أنت لست سيد أمن بل إنك سيد الموت نتنياهو هو الزعيم الأكثر وصولية وقساوة في تاريخ الشعب اليهودي ضرورة تستوجب استبدال نتنياهو من أجل إعادة مختطفين على نتنياهو أن يرحل الآن يا أعضاء الكابينت باستثناء وزير الدفاع الذي يكابح من أجل إعادة المختطفين يميعكم أعضاء مجلس الموت الوزاري أنتم شركاء كاملون فيما يحصل ومنذ الآن فإن أي أسير يتم أعدامه فإن معنى ذلك أن أصابعكم هي التي ضغطت على الزناد نحن نتوجه مجددا إلى الإدارة الأمريكية لا تصدقوا نتنياهو إنه ندل ومخادع وكاذب لا يهتم سوى بنفسه لا بشعبه أنتم من القادرون على التعامل معه لكنكم لا تعلمون أن هذا الرجل مستعد لفعل أي شيء من أجل إحباط الصفقة ومن أجل استمرار الحرب حتى الأبد ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة